ماذا هو اليوم؟ ماذا هو اليوم؟ اليوم تمام؟ طيب عندي هنا يقول لك كمبليت ذي سنتمز عن الأشياء التي حدثت في حياتك عن حاجات تمت في حياتك قبل كده يقول لك لقد كمبليت ذي سنتمز لقد كمبليت ذي السن انا قبلت صديقي المفضل ذهبت للسباحة استمعت الموسيقى وحصلت على قصة شعر فهنا بيقول لك ايه؟ مثال انا حصلت على قصة شعر من اسبوعين فاته احنا كلامنا قبل كده بالتفصيل المملة عن زمن الماضي البسيط هنراجع مع بعض مراجعة سريعة كده ونشوف مع بعض ايه هو زمن الماضي البسيط الاول احنا عندنا زمن الماضي البسيط ايه هو زمن الماضي البسيط؟ زمن الماضي البسيط باختصار كده هو هو التصريف الثاني للفعل يعني ايه التصريف الثاني؟ كلمة الثاني دي مهدام في ثاني بقى في اول صحة ولا لا؟ احنا عندنا قبل ما نخش بس في التفاصيل تعالوا نفهم ما بعض يعني ايه التصريف الثاني والاول الاول اصده بيها مصدر الفعل اللي هو الايه؟ يبقى كلمة دي معناها ايه؟ مصدر الفعل يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفعل في السورة الاولية بتاعته بدون اي اضافات زي مثلا كلمة 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 أنا عندي الافعال دي فين؟ فين؟ في المصدر في التصريف الاول في المضارع عندي مثلا هو ده التصريف الاول بتاعها بدون اي اضافات ما عملتلهاش اي حاجة تمام؟ طب ده التصريف الاول التصريف الثاني بقى ايه هو؟ التصريف الثاني للفعل باضافة دي او اي دي او اي اي دي with regular verbs مع الافعال الايه؟ المنتزمة. يبقى ديت الافعال الايه؟ المنتزمة. خلي لو احنا لاحظنا ان من شوية ان احنا قلنا في السؤال اللي كان مقود من شوية 65 ان التصريف في السؤال الافعال و انت نعم ان احنا قلنا واتشر فهي اخرها الاي دي اخرهم في الاخر THIS طب احنا عندلنا الوقت الدي والاي دي والاي اي دي إم تحط دي للفعل؟ لو الفعل أخر إيه لو الفعل أصلا هو أخر إيه بحط له إيه زي إيه مثلا لايك تبقى لايكت الفعل أصلا أخر إيه هحط له إيه دي فعند في الأخير إيه إيه دي طيب عندي تاني أرايف أرايفت برضو الأصل الفعل في إيه أخر إيه فحطت له دي تمام؟ طيب ده دي طيب لو الإي دي لو الفعل ما فيش أخر إيه هحطول إي دي زي مثلا واتش واتشت واش واشت كلايم كلايمت تمام؟ لحد دلوقتي الدي والإي دي طيب ما الإي إي دي ديت الإي إي دي بيتحان دي بيتحكم فيها حرف الوي شايفين الحرف الوي ده؟ أول بيتحكم فيها طيب إزاي بيتحكم فيها؟ طيب لو الفعل أخر فاول لو الفعل أخره واي وقبل الفاول الوي بتفضل زي ما هي وبحط إيه؟ إي دي الوي بتفضل زي ما هي وبحط إيه؟ إي دي طيب إيه هما الفاولز؟ إحنا عارفين الفاولز هما هما اي 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 او يو اي اي او يو فعلا لو كتبت كده هوت بلاي الفاول الفاول الاخره ايه؟ واي وقبله حرف ساكن آآ سوري حرف متحرك فاولز من الحروف دي فالواي بتفضل زي ما هي بتبقى بلاي وحط الايه؟ الإي دي تمام؟ فانعندي الوقت لو هي ايه اخرها لو الاخيرها واي وقبلها فاولز اللي بيحصل الواي بتفضل زي ما هي وبحطي لها إي دي طيب الجدء التاني لو هي اخيرها واي وقبلها كونسوننت اللي هو الساكن الواي بشيلها وتبقى اي وحط الاي دي الواي بشيلها حط واي وحط الاي دي زي ايه مثلا؟ كراي كرايد الواي اهي قبلها حرف ساكن الحرف الساكن يبقى ساعتها شيل الواي وحط مكانها اي وحط الاي دي مثلا ستادي ستاديد بشيل الواي وحط مكانها اي وحط الاي دي كل اللي احنا كلامنا عنه دلوقتي دلوق اسمهم افعال ايه؟ منتظمة عندي بغيرها بعد كده اللي هي الافعال الغير منتظمة او الافعال الشازة الافعال الغير منتظمة او الافعال الشازة بتحفظ كما هي مالهاش اي جدال تانية يعني مثلا تبقى تمام؟ طيب غير الافعال الثانية الفعل بيفضل زي ما هو؟ يعني الفعل زي ما هو؟ وحطيت له زي ما هو حطيت له دي زي ما هو حطيت اي دي فالفعل الشكل الاساسي بتاع الفعل ما بتغيرش لكن هنا الفعل نفسه بيتغير تركيبة الفعل الحروف الفعل نفسها ايه؟ بتتغير عشان كده اسمها افعال شازة فتحفظ كما هي طبعا هتقابلنا افعال كتير جدا بعد كده فهنحفظهم مع بعض واحدة واحدة طبعا في افعال تانية زي مسلا ايت ايت سليب سليب and so on تمام طبعا الزمن ده باستخدمه امتا؟ الزمن ده بيعبر عن حدث او فعل حدث وانتهت في زمن الماضي يعني حاجة انا عملتها في الماضي وايه وانتهت خلاص خلصت زي ايه مسلا لدي أفعال صفان لدي أفعال صفان لدي أفعال صفان ده فين في الافرماتيف في الاثبات طب في النفي لما اجي انفيها عايز انفي الجمل دي عندي هنا هوت في النيجاتيف هستخدم احنا قلنا المصدر لو جيت هنا هقول اي ده عمل في ايه ارجحها الاصل بتاعها هنا هنا وينت بردو اي دي دينت جو تو ده بارك لاست ويك انت اوكي طعم لو انا عايز اعمل سؤال لو انا عايز اعمل سؤال هستخدم did plus subject plus infinitive did you clean the car did you clean the car يبقى لجابة yes i did or no i didn't okay طعب لو انا عايز اعمل w h question اسئلة اللي هي بتبتدي بال w h زي what where when how who 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 ومسلا كده what did you study فلما اجي اجيب احشيل what واشيل did واكتب هنا you i studied english english i studied english طيب عندي هنا كي واردس بعض الكلمات بعض الكلمات لو لقيتها في زمن في الجملة بعرف ان انا بتكلم عن ايه الماضي البسيط زي ايه yesterday last last بقى ايه last year last month last week and so yesterday day معناها امس او امبارح last الو الماضي السنة الماضية الشهر الماضي الاسبوع الماضي yesterday last ago معناها منذ مثلا هنا بقى بيجي ايج حاج قبل an hour ago منذ ساعة three days ago four years ago and so on yesterday last ago in the past once and once upon a time وخصوصا بتصدم لما باجي احكي حدوتا this morning هذا الصباح in twenty in plus year in بعدها سنة مثلا in twenty ten في مثلا الفين وعشرة واكلم عن الحدث الموجود هناك طيب عندي فعل مهم جدا اللي هو verb to be verbi to be في الماضي بينقسم لحقتين was او where was بيجي مع ايه i he she it where بيجي مع you we and they you we and they طيب مثال مريم was frightened of the cave مريم خايفة منين من الكعف طيب there عايزا فيه مثلا there weren't any cars on the beach there weren't any cars on the beach عندي هنا بعض التدريبات والامثلة احنا طبعا القاعدة اخدناها قبل كده وشرحتها بالتفصيل هتلاقوها على القناة بالتفصيل الممل اكتر من كده كمان فديه كانت مراجعة سريعة جدا عن زمن الماضي البسيط هنا اللي هيطبق لنا اكتر واللي هيسعدنا ان احنا نفهم اكتر ان احنا نطبق عليها تمام طيب هنا معايا كتاب المعاصر عندي هنا هو السؤال الاولين بيقولك ايه choose the correct answer from ABC or D choose the correct answer from ABC or D نحلم بتعاله نحلم مع بعض number one yesterday our family to our new house in Alexandria تمام ياسر دي امس في المبارح عايزين الفعل في الماضي يبقى moved حسن خلي بالك هنا جاي المدة قبلها فتبقى هناك لو المدة بتيجي بعدها ياسر دي مش امسا امس تمرو غدا هنا في الماضي هنا عندي هنا من اسبوع منذ اسبوع فلازم ان هو تعاندي الجملة في كلمة اجو بيجي قبلها المدة لست بعدها خلي بالنا طيب you go to the park yes i did الاجابة هي محلولة لوحدها did you go to the park yes i did طيب we launched together in the school canteen this morning فإحنا تناولنا الغداء مع بعض في كانتين المدرسة في الصباح يبقى had how did you خلي بالك هنا did وده سؤال احنا قلنا الفعل هيجي فيهن في المصدر how did you feel when you started a new school فالفعل هيكون فيهن في المصدر طيب i lost my uncle and cousins in cairo three weeks ago يبقى visited ali to alexandria with his family last month يبقى drive drives drove is driving drove today is sunday so it saturday yesterday it بيجي معها ايه was ولا where حنا لسا وغدينها دلوقتي verb توبيب انقذم ال was where مع was بيجي i he she it was يبقى النهاردة الاحد يبقى برح كان ايه السبت who did you did في السؤال الفعل بيجي فيهن في المصدر sees see seen saw see see did did you do your homework yes i did my uncle his car in 20 auto يبقى boat boat اشترى boat اوكي هين في الموضي طيب هنا جايب لنا in زائد سنة اوكي طيب عندين هنا read and correct the underline words هنصح الكلمة اللي تحت خط طيب i have lunch in the school continue yesterday هايف هتبقى ايه bravo عليكم head this morning my mom and i go shopping bravo عليكم الافعال الغير منتزمة تبقى went when did your last english lesson هنا هحط ايه هايف بدل ديتها تبقى ايه تبقى when did your last english lesson تبقى when was your last english lesson i didn't went didn't على طول وراها فين المصدر i didn't go it's when it's day today so it was yesterday النهاردة الاربعة فالتلات داك الامتة امبارح yesterday y e s t e r d a y what did you did did في السؤال في المصدر what did you do yesterday what did you do yesterday next question i had a math lesson two days ago كلمة last لو هنا last المدة المفروض بتيجي بعدها لكن عندي هنا ago فالجملة قبلها المدة بتبقى قبلها did you ill yesterday did you ill yesterday فعندي كده did you ill yesterday هنا عندي تبقى where you ill yesterday ومنسيش اول حرف capital علشان نخاطر بداية السؤال what places do you visit last weekend هنا في الماضي last weekend تبقى دو هتبقى did last week i see an exhibition about elephants last week في الماضي see الماضي منها هتبقى saw see الماضي منها هتبقى saw وبكده نكون حلينا تدريبات على الماضي البسيط اتمنى ان التدريبات تكون كافية وانحنا نحلها مع بعض لو فيه اي سؤال عن الماضي البسيط تمام نقدر نحله مع بعض عندي بعض الكلمات اللي احنا اخدنا لسن فلازم نحفظ الكلمات كويس جدا هنقرأ الكلمات مع بعض مرة تمام وبعدها ان شاء الله المرة قاية هناخد listen to عندي عندي aquarium sports center fun fair planetarium football stadium bowling alley museum big wheel nervous nervous whale whale statue statue weekend weekend area area exhibition exhibition dairy dairy school uniform school uniform school canteen school canteen and هنا closed closed football match football match dolphin dolphin arrive arrive bowling bowling and shark طيب ما ننساش طبعا الافعال احنا النهاردة اصلا يعني كله عن الافعال تمام الافعال والماضي طيب هنا الفعل present past and past participle اللي هو التصريف الثالث طيب رائد road ridden ride road ridden feel felt felt feel felt felt think thought thought think thought thought take took taking take took taking sit sat sat sit sat sat no new knowing no new knowing drive drove driven drive drove driven mean meant meant mean meant meant win one one win one one learn learned 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 leave left left leave left left teach taught taught teach taught taught طبعا زي ما احنا شفنا دي كلها ايه Regular verbs أفعال غير منتظمة فمهمة جدا 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 ولازم نحفظها كويس جدا نقرأهم مرة كمان مع بعض طبعا في سؤال دلوقتي ظهر في الثالث عدادي اللي هو ايه الكلمة ومعناها او كلمة وعكسها فنراحز كده مع بعض Correct incorrect Regular irregular Nervous quiet relaxed Heavy light Effective ineffective Delicious terrible طبعا الكلمات دي كلها عندنا حفظ تمام هنحفظهم كويس جدا جدا للمرة الجاية وان شاء الله هناخد listen to وهيكون ان شاء الله سهل اتمنى انتو كنوا استفدتوا من الحصة دي واتمنى ان الشرح كل يكون واضح ذاكر كويس جدا وبالتوفيق ان شاء الله ومعدنا في listen to شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا والسلام عليكم وبركاته